في مصر هنا المواطن المصري اللي معهوش فلوس يا ريت ما يتعبش لان بجد المواطن المصري الغلبان لو تعب حيموت او اعمل جمعية كده او امن على نفسك علشان اول ما تتعب تلاقي الجمعية دي تدخل بيها مستشفى خاصة محترمة تدخل تقدر تكشف ده اللي انا بقول بس او اشتري مستدزماتك وانت داخل خزن دلوقتي برضو القطن والجوانتيات والدم ويعمل تلاجة كده عندك في البيت قبل ما اسعار الدولار تعالى برضو عشان تبقى ضامل نفسك تبقى في الصيف صعيد لان للأسف احنا ما عندناش حد في مصر بيتحاسب لما بيقص موضوع المستشفيات احنا فاتحين الملف ده بقى انا كتير جدا تب فين الى متى الى متى مسلسل الاهمال المستمر ده حيفضل موجود